موسيقى كمان مرة مشاهدينا عم نقدر نثبت لنفسنا وللعالم ان القطاع الشبابي بلبنان بعد مستمان وحتى المدارس بظل كل الظروف يلي عم يقطعوا فيها أولادنا بعدنا مسابرين بها الحياة لانه روح الحياة وروح الشبابي اللي موجودة بلبنان عن جد ما حدا في نفسنا فيها لحا اليوم نتعرف على يوسف جبران وحضرتك مسؤول مكتب مدارس لبنان بقطاع الشباب بالتيار الوطني الحر أهلا وسهلا فيك يوسف وميشيل خليفة أهلا وسهلا فيك ميشيل حضرتك مسؤول مكتب مدارس لبقاء بقطاع الشباب بالتيار الوطني الحر أنا وقتها شفت الشباب في تكرد أنا قريت التايتلز تبدي شوف يعني فوق الخمسين سنة هني اللي عم بيديروا بيلون على قطاع المدارس لقيتكن لأ انتم منكن وفيكن نحنا هشي بميزنا كتير حلو نحنا هشي بميزنا أنه نحنا بندير بعضنا مع بعضنا صح؟ ما هني يعني هيدا العقول يلي هي لازم تدير هيدا البلد عقل الشبابي يلي دايما عنده نظرة وفجن لقد دايما اليوم من البقاء شو عمدين بالبقاء؟ شو الخبضة يلي عمدينها آخر الشهر؟ نحنا اليوم كمكتب مدارس بالبقاء قررنا نعمل نشاط زي طابع إنساني اجتماعي هيدا نشاط هو ريسيتال ب31 الشهر بحضور الوزير جبران باسيل نحنا من خلال بيع بطاقات للريسيتال هنكون عم جارب نساعد أكبر عدد من طلاب البقاء بأقصات المدرسية بزول هالأوضاع الصعب حالو شو عنوانه ريسيتال؟ الريسيتال نركض على رجاء الكيامة لن نيأس ونحن أحياء أيها لن نيأس ونحن أحياء أحياء سؤال بديهي اليوم المساعدات المالية لحتكون فقط للمنتمين للتيار ولا كيف بتكون؟ نحنا كمكتب مدارس يعني بكتاع الشباب معروف عنا أول شيء عنا داتة نحنا محددة لطلاب المدارس نعم نحن نتعاون نحن وياهم بكل نشاطاتنا الترفيهية السقفية والسياسية وغيرها نحن أواشي من خلال هذه الداتة حنبلش بطلاب طيار وفي حال سمحنا أنه المبلغ اللي حنكون عم نطالعه نحن من خلال هيدا ريسيتال كن عم نساعد ناس تاني ما عنا أي مشكلة أبدا أكيد لأنه الحاجة طبعا كبيرة يوسف وقتها سب عمرك عم نقول مسؤول عن قطاع الطلاب قديش أحسن لأنكم أنتوا يعني بنفس الحقبة الزمانية يعني كان عنايتوا اللي عم بيعينوه هلأ الطلاب وعندكم نظرة مختلفة عن الجيل اللي سبق أداهي دي مسؤولية تعطيك كلمة مسؤول بهيدا المجال لكن خليني أقليك شغلة أنا ربيط ببيئة إذا بديك سياسية نوعا ما ووعيت على الحياة كان فيه ما تكون لبناني وما يعني أنا بتفاجأ بس واحد يقلي أنا ما بفهم بالسياسة ومش فهمين اللي عايش في لبنان إجبارة تلقائيا يسمع ويشوف بحياته اليومية وهم يحلي مش بس يسمع طبعا طبعا بقى عم قليك أنا حبيت الجو يلي كبرت فيه وقررت أنه شفت بالأحرى شفت أنه نحن بلبنان ما رح نقدر نوصل لأي محل إلا من خلال يمكن الأحزاب اللي بتمثلنا أو النهج اللي منقامن فيه بالأحرى وشفنا كلنا أنه بآخر فترة يلي كان ضد كل الأحزاب وكل الأشخاص وكل الأفكار ما قدر يوصل لمحل نحن بطبيعة الحال بلبنان بحاجة لشي نقدر نوصل من خلاله للبنان اللي منحلم فيه أو اللي منطمح أنه نكون عم نعيش فيه مش نهيك أنا اليوم فت على السياسة على الحياة الاجتماعية بالسياسة واستلمت كتير من عمر صغير مهامات يمكن كانت بسيطة بمحلات قدرت أنجح فيها قدرت أثبت حالي بمحلات واليوم أنا مسؤول بكتاع الشباب بالطائر وطني الحر هذا تحدي لنفسي مش لحدة تانية هذا يمكن أدد فاليو لألي بالنهاية يمكن غير يقول عنه لأ صغير يمكن غير يقول لأ يمكن يكون قد المسؤولية بالنهاية الأعمال اللي حنقوم فيها اليوم على سعيد الطيار بلبنان وعلى سعيد الشباب بالطيار بالتحديد عمر المدارسة اللي بيكون تحت 18 سنة هي اللي رح تحكي عنه وعن التجيب اللي حنخوضها نعم شو بيقطع الطالب بهالعمر اللي كان عم يحكي عنه بهالعمر الصغير تحت لـ 18 سنة شو معقول تطلبوا منه مهمة داخل هالمدرسة أو هالجمعية اللي هو بينتملها إلى أولى الطيار بحد ذاته نحن كطيار وطني حر عندنا مبدأ وقضية والطيار هي مدرسة عريقة يعني ما أسسها فخيمة الرئيس العماد مش هلعون نحن عندنا كل السقة بهذه المدرسة وأنا من هون بالزيد بدعي طلاب المدارس طلاب الطيار الوطني الحر دال عندهم سقة بهذه المدرسة وخاصة برئيس الحزب الوزير جبران باسيل نحن كمسؤولين قدرين نكون عطول جانب ونعطيون القوة نقمن لهم الاستقرار يلي هني بحاجة لإله وبذات الوقت منقل لهم أنه ما ييقسوا بظل هذه الأوضاع الصعبة أهلنا ما رأوا بالظروف أصعب وقدروا تحدوا هذه الظروف بإذن الله نحن هنطلع من هذه الظروف كمان يوسف قديش بتخافوا على قطاع التربوي يلي شوي شوي عم يسحبوا منا شوي شوي أنا دايما بقول بدهم يعملونا شعب أمي يعني حكمان عنا للأسف لا يقدروا يحكمونا وكنت عم قول لأوليدة أنه طب ينبسطوا ما في مدرسة ما تنبسطوا صح لعيدة سلاحكم الوحيد قديش اليوم أنت بتخاف على هالقطاع وشو الممكن ينعمل أكتر نحن اليوم في كتير وسائل نقدر نحارب فيها نقدر نوصل لكطاع تربوي يمكن عقد ما لازم يكون بشي بسيط اليوم نحن عم نحارب بالسياسة من خلال الحزب من خلال الأحزاب أنا اليوم عم حارب من خلال طيار وطني الحر غير عم بيحارب من خلال غير أحزاب غير عم بيحارب من خلال يمكن جمعيات بس نحن اليوم مهم أنه يكون الهدف واحد اللي هو الحفاظ على القطاع التربوي أنا بأسف أنه يمكن اليوم في كتير ناس شباب يمكن أصغر مني بالعمر أفوا سنة وسنتين مدرسة وهنا مبسوطين وأهليهم بمحال في عندهم لا مبالات وإدارات مدرسهم ما عم ياخدوا أي إجراء بهذا الموضوع نحن مش عارفين خطورة هذا الشي أنه معقول نوصل لجيل بمحال جاهل لجيل إذا بدك في عنده نقص أو ضعف بمحل معين لماذا؟ لأنه مبسط بفترة أنه وزير التربية حابب يشفرسه أو أنه صار فيه أزمة بسيطة في لبنان سكرت المدارس كأنه نحن عايشين كنا بسويسرا وفجأة صار في عنا أزمات لا كل عمرنا نحن في أزمات وكل عمرنا من إذا بدك منواجه الأشياء اليومية اللي بتصير معنا ولا مرة وقفنا مدرسة إذا عم بحكي أنا وأهلنا وأنتو وكلهم مئة بالمئة يبقى تحت الأصف يقولوا لنا نروح على المدرسة اليوم بأسف أنه هيك عم بيصير وأنه كتاعة التربية وما عم يعطوه الأهمية اللي لازم يعطوه إيها صراحة وأنا بدعي كل شخص اليوم بيحب يشتغل بالمجتمع بيحب يكون عنده مسؤولية معينة بالسوسايت اللي هو عايش فيها من خلال أحزاب من خلال الجامعيات من خلال الضيع واللكاءات اللي بتصير بين الرفقة حتى بدعي العالم كلها تقدر تروح بالأحرى وتحارب لأنه نحافظ على كتاعة التربية لأنه تنظل إذا بدك ربحانين لبنان بالمستقبل اللي هو الجيل اللي هلأ عم يطلب من المدارس هذا بدك تنظر له بعد عشر سنوية اللي لحيحكم بالنتيجة إذا ما كان متعلم وعارف غير النهج العام اللي نحنا ماشينا عليه لازم يعرف أنه هو يكون إنسان متعلم لأنه الدنيا مفتوحة على بعض اليوم مفترض يكون نحنا عنا مستوى علم عالي بالبقاء شو الوضع بالقطاع التربية من نظرتكن كما سقول بالتيار نحنا بالبقاء عم نعين كتير من الكتاع التربية خاصة أنه بيظل هيد الأوضاع الصعبة الكتاع العام يعني عم يستنزف كتير من الأوضاع اللي منا أبداً زاد استقرار زي ما نعتبرها هيك نحنا كمسؤولين فوق بالمنطقة من خلال النشاط اللي نحنا هلأ حناعملوه هنجرب نحنا نكون عم نحافظ على العام الدراسي أكله على العام الدراسي للطالب لحتى ما نخلي هذا الطالب يخسر السنته الدراسي ويروح يقعد بالبيت لأسف عم نشوف كتير عدد كتير كبير من العالم يلي عم تخلي ولادة أنه يتركوا العام الدراسي السن لأنه ما أنهم قادرين يتفاعلوا لوسط طبعاً المدرسة خاصة الأقصات يعني عم تصير أغلى وأغلى كل يوم عن يوم عم تزيد الأقصات وفراش دولار وغير اللبناني كمان يعني فمشكلة كتير كبيرة إن شاء الله أنه من خلال هيدا ريسيتال نحنا بنكون عم نعمل نقلة نوعية وإيجابية فقلاً صارح ريسيتال حيكون بمدرسة الشرقية الباسيلية بزحلة 31 الشهر نهار الجمعة بحضور الوزير جبران باسيل وبحضور أكيد فعاليات المنطقة ونواب المنطقة وإن شاء الله أنه هيدا ريسيتال بيكون خير للمنطقة هيدا أول ريسيتال السنة؟ هيدا أول ريسيتال نحنا بنعمله كمكتب مدارس نحنا قررنا أنه هيدا ريسيتال كمان يكون بزمن الصوم لأنه سيدنا المسيح معلمنا أنه نحنا نوقف حد أهلنا ونساعد حيال الله شخص هو بحاجة للمساعدة فلهيك نحنا قررنا بزمن الصوم يكون هيدا ريسيتال لأنه نكون عنا غير الرسالة الإنسانية يكون عنا كمان رسالة دينية كمان نكون عم نحيي ريسيتال نحنا وأهلنا فوق المنطقة يوسف بتخطي يمكن من خبرات الأكبر الجيل الأكبر يلي كان على الأرض يعني وقت الأزمات والحروب بس هيئتكن أنتوا مراهنين عن جد على القطاع الشبابة يلي بيكبروا القلب وقتها يعني نحنا وقتنا بقولوا هول صغار شو بيفهمون لا أنتوا قبار نحنا ختيرنا تسلم الله أنتوا شباب وأنتوا فاعلين وأنتوا المسؤولية عليكم قديش بتراهنوا على التربية بحد ديتا خلينا أقول لك كيف وجد نظري بهذا الموضوع أول شيء نحنا كل اللي كانوا أكبر منا بالعمر بالطيار الوطني الحر نتعلم منهم وفعلا شفنا كيف عاشوا كيف استمروا أصعب كان وقتنا عن وقتهم ما بدي أصعب ولا بدي أهيان بدي أقول لك أنه الفترتين كتير بيختلفوا عن بعض نحنا بالسابق حسب ما كنا نقرأ ونسمع ونشوف من أهلنا والقرايب وكل اللي سبقونا بالطيار أنه كانت حالة شعبية من رحمة المؤسسة العسكرية خلقت بمحل معين كل الناس شافت الجنرال مشالعون هو الايدل والقائد طبعه وكنت لحقته على بطريقة كلنا منعرف يعني بألف وخمسة شو صار بس يطلع العمادعون يحكي على التيفي كيف كل الناس تقعد ببيوتها وبتسمع شو عن بيقول العمادعون كانت حالة شعبية بامتياز وكان قائد واحد اليوم الطيار عدورنا صار حزب مؤسسات الطيار صار فيه هيكليات صار فيه مكاتب ومن هالمكاتب ومن هالقطاعات اللي بقلب الطيار صار فيه شيء اسمه قطاع الشباب صار فيه استراتيجية وستماتيك صرته طبعا صح صح مية بالمية بقى أنا بقدر أحكي عن بالقليلات قطاع الشباب يلي أنا بنتمي لقل وهيدا القطاع اللي احنا شفنا بمحل معين أنه هو من خلاله نقدر نأمن استمرارية لهيدا الفكر والنهج يلي بلش مع العمادعون المؤسس الرئيس المؤسس بقى من خلال الشباب وخصوص العمر يلي بيكون اليوم تحت 18 سنة يلي بعده إذا بدك عم يبني فكره السياسي أو عم بيقرر مسيرته وفي شيء أنا هون بحب يليك يا هيك بين هلالين اللي بميزنا بالطيار الوطني الحر وأنا بكل فخر بقوله أنه نحنا الشباب اللي منتعاطى معهم واللي منحكيهم عن الطيار أول شيء إذا هو الشاب مش مقتنع فيه أنا ما بدي يكون معا هيا واحد شو له وسيلة الإقناع رأخبرك رأخبرك عكس كل عكس مش كل ما بدي أظلم حدا بس عكس كتير من الناس وكتير من الأحزاب يمكن الموجودة حولينا وبقلب المدارس مع هذا وبالجامعات وبالمجتمع نحنا معنا هيدا طريقة أنه أنا بيجي بخبرك شو أنا بدي خبرك شو أنا بديك تعريف وأنت طنيع باللي أنا عم قلك وبعدين روح فوض بالحيد بالمجتمع شو ما سألوك شي غير لي أنا محفظك عم هدا أنا اليوم بيجي كطيار وطني حر شو بدي بيوسف شو بدي بميش وشو بدي بالعالم الأفراد كطيار كحزب بيجي بخبرك أنا اللي بيميزني أنه ما بيستحي بمضية يعني أنا اليوم بكل فخر بيجي بخبر الشاب الصغير والطالب بالجامعة والمدرسة عن الماضي اللي عايشوا الطيار وعن الماضي اللي عاملوا الرئيس الرئيس عون بوقته بيجي بخبره عن ماضي كل شاب بيقولك كان في حرب طب أهوزا كان في حرب بتخبوا شو أنا بالحرب بالحرب بيكون مجرم وبالسلمة بصير قديس أنا يا قديس يا مجرم يا زلمة شو ما بدي كون قديس نحن كتير بعيدة عن الأداسة بس يا زلمة بعرف عيش بإنسانية يا ويا بدي كون مجرم يعني الحال هيدا الانفتاح بين الليدر والمجتمع طبعهم مش الكل بيتقبلوا 100 بال100 الناس بتحب يضال فيه فقراسة هو 100 بالمية ونحن اليوم نحن نفتخر بمدينة ومنتشرف بحضرنا وأنا برجع بقلك في هيك بدي أطيع فكرة كتير تعرضنا كشباب طيار وأنا بالتحديد مع إحدى زميلاتك كنا بستوديو هون حدك بوجه لها تحية كتير كبيرة تعرضنا لحملة تنمر ليش لأنه بعضنا منحكي وبعضنا مقامنين بالطيار ومقامنين بمشالعون ومقامنين بجبران بسير واليوم نحن بدنا نأكد لكل هالشباب يلي بالطيار معنا واللي مش بالطيار معنا إنه نحن كل ما تنمروا علينا أكتر وكل ما حبوا هيك معنوياتنا يدمروها أكتر أنا بوعد الشباب اللي بالطيار إنه مش حنيقاس وبوعدهم للي مش بالطيار إنه حنيقوا أكتر أكيد وحاق وحاق هيدا يلي ما بيقول إنه ما عندي جزور هيدا الجزور يلي أنتو عم تتشرب هيدا هويتنا بالنتيجة أنتو لو ما نكون مجزرين بهيد الأرض ومآمنين أهم شيء ومآمنين وعندكن رؤية أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم ما تكون كتاع الشباب مشتغل بستراتيجية وبفيزيون نظرة مستقبلية لو أنه هي زيروز أند وانز ولو أنه هي بروتجكت صغار بس هي بتوصل على أنه واحد يرسم لي حلم ما يقدر يحققه بس كمان في قطع فكرة صغيرة نحن يمكن هلأ كتير هلأ من خلال الحلقة أو يمكن يقط شولنا هيك ويقولون أنه نحن كمان بنعمل والطيار بعضه جديد على هذا الموضوع في ناس قرارة بتعمل هذا اللي بدي أقولك يا في ناس قرارة بس الفرق بيننا وبينهم أنه نحن عم نساعد بعضنا باللبنان بين الشباب من أهلينا ومن قريبنا هن بالشنطة تجي من المطار على المكاتب على المدارس هيدا لزة الشغل نحن نفتخر أنه مزبوط نعتذر من كل أهلينا بالإبقاع وبجبال كمان قمنا بها المبادرة وبأذن الله بكل لبنان نعتذر من كل واحد يمكن ما نقدر نوصل لأنه نساعده لأنه المبالغ اللي نحن عم نجمعها بهيك لقاءات وهيك نشاطات صدقونا من اللحم الحي أكيد بس أكيد أكيد ميشيل لح تلمسه ولو هالفلسله صغير أو يمكن يجيكون مبالغ كبير ولح تقدروا تأسموه بطريقة وتقدروا تنقذه عام دراسه ولو لكم شخص من هالولاد اللي موجودين بالمدارس نحن حمد الله يعني طلع في كتير من الأياد البيضة والناس اللي وقفت حدنا وبجانبنا وأنا بالذات بديت شكر كل حدا دعمنا كل حدا عم بيساعدنا بالإبقاع وبغير الإبقاع كمان عندي رسالة أنا بديت شكر الانتشار نحن كمكتبة وصلنا مع الانتشار والانتشار ما تركنا أبدا وهيدا لزة لبنان إنه حتى المختربين والانتشار يلي بالخارج عطول عم بيكونوا جانبنا وعم بيساعدونا وخاصة أننا الطيار حزب نموّل حالنا بحالنا والدليل من يومين كان عنا العشة السنوية طبعا طيار العشة التمويلة ونحن ككتاع شباب كمان ما عنا أي دولة بتدعمنا يعني إحنا ما ندعم حالنا بحالنا طالب الأهداف عمدتكم سامية وراقية أكيد دلح توصل شكرا لألكم وأهلا وسهلا شكرا لألكم ودلكم شارفونا خبرونا عن نشاطاتكم الطلابية فاصل بسيط مشاهدنا ومنتابع اشتركوا في القناة